دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك وإنما ينبغي أن تكون صلاة القيام محض العبادة أما العلم فله زمن لا يحدد بزمن وإنما يرعى فيه مصلحة المتعلمين هذا هو الأصل وأريد من هذا أن من اتخذ عادة أن يعلم الناس ما بين كل أربع ركعات مثلا في صلاة القيام تخذ ذلك عادة فتلك محدثة مخالفة للسنة لكن إذا كان لأمر عارض كهذا الذي تحدث فيه الأستاذ إبراهيم ولا يتخذ ذلك عادة فحينئذ فالأمر ماش وجائد وأنا معه فيما ذكر لكن أحببت التذكير أن لا يجعل هذا عادة العادة هو القيام ترجمة نانسي قنقر